الدورة الثانية لهذا العقرب ستكون شبيهة بالدورة الأولى من حيث طريق التطور ولكن في الدورة الأولى كانت البداية بعد الأكثر تنظيما من وحية الخلية وستكون البداية في الدورة الثانية بعد الأكثر تنظيما من الهرم الأرضي فبوصول معنى كلمة الأفضل إلى القادرة على تكرار الذات يكون هذا الهرم الأرضي قد وجد بنفسه القدرة على إيجاد الشبيه ولكن ليس على القرى الأرضية وإنما في كوكب آخر قابل الحياة عليه وبالتالي فإن هذا الهرم سوف يزيد من حجمه المؤقت عما تتحمله مساحة الأرض ومن ثم سوف يقططع من نفسه شبيهه ولكن أصغر منه والذي يمكننا أن نشبهه بسفينة نوح المصغرة للحياة الأرضية أو الهرم الأرضي ومن ثم سنطلق هذا الشبيه في مركبة فضائية تماما كما في فلك نوح باتجاه كواكب أخرى قابل الحياة ولن يكون هذا الانقسام محيدا فالتكاثر عند الهرم الأرضي لن يقف هنا بل إنه سيرسل عديد من سفن النوح باتجاه كواكب أخرى قابل الحياة ومن ثم يمكننا تخيل وصول لمتعدد الأهرامات نسبة لمتعدد الخلايا وهكذا وكما بدأت أولى متعددات الخلايا بالحركة والتكاثر واستهلاك المواد الأساسية ستقوم متعددات الأهرامات بنفس الوظائف ولكن بما يتناسب مع الزمن الذي ستعيش فيه والمساحات الشاسعة التي تتحرك فيها لتشير الساعة إلى مرحلة الافتراس الأقوى فالأذكى ومن ثم التعاون سيكون التعاون سائدا بين أولئك الأذكياء بين متعددات الأهرامات ومن ثم التنظيم الأمثل فيما بينها لقيادة جميع تلك المتعددات الأهرامات بمختلف أنواعها وجعلها جزءا من كائن هائل عظيم يكون قائده هو تجمع متعددات الأهرامات الذكية الشبيهة بالمجتمع الإنساني ويضم هذا الكائن الهائل تحت لوائه جميع أنواع تلك المتعددات الأهرامات ويقوم بتنظيم العلاقة فيما بينها لتشكل كائنا عظيما يمكن تسميته بالمخروط للكون الكبير لشبهه بالهرم الأرضي الكبير وهكذا دو عليك ستستمر ساعة التطور بالدوران ويمكننا هنا تقديم محور التطور أو الخط البياني للتطور في الدورة الأولى لساعة التطور انتلاقا من انفجار الكون الكبير الأول وصولا لواحدات الخلايا الإنسان المجتمعات فالهرم الأرضي الكبير المثالي لتبقى لدينا إمكانية لتخيل الخط البياني في الدورات المتوالية لساعة التطور بالشكل التالي ولكن يبقى السؤال ملح هو هل يمكن للكائنات الكربونية العضوية أن تغسل الفضاء في الدورة الثانية لساعة التطور هل يمكن الكائنات العضوية الضعيفة أمام البيئة الأدائية للفضاء والكون من الانتشار خارج حدود كوكبها الآمن الأرض أظن أن التخيلات والافتراضات المقترحة من قبل العلماء وكتاب الخيال العلمي ما زالت قاصرة أو مفرطة في النظر الإنسانية ونظن أن الحل المنطقي هو عن طريق المجتمع المثالي الآلي لفهم هذا الكائن الجديد وترمص مظاهر بدايات تكونه نخص هذا القسم الأخير من الفيلم لمحاوية وصفه تبرير صفاته وتوضيح مظاهر بدايات تكونه فيما بيننا دون أن ندركه هو متعدد أفراد بين بشر وآلات وقد يغلب عليه الطابع الآلي لا بل وقد ينعدم البشر فيه حين سيصبح الاستغناء عنه ممكن وتقوم فيه الآلات بعملية تصنيع نفسها أو نقل تصنيع الأجيال الجديدة منها وبرمجتها معلوماتيا لمتابعة عملية التوسى والتكاثر والتكاثر هنا هو تكاثر المجتمع الآلي أو الهرم الأرض الآلي ككل وليس تكاثر الأفراد قد يجال الكثيرين حول استحالة سيطرة الآلات أو قدرتها على تجاوز البشر قونهم صانعيها أو حتى استحالة تطور الآلات دون بشر يقومون بتطويرها ولكن كل هذه الأفكار تظل صحيحة عند التفكير كأفراد والنظر للآلات كآلات منفردة وليس كمجتمع الآلي تطور تبريجيا من داخل مجتمع البشر المتقدم إن حال من يجادل من هذا المنظور كحال خلية في جسم قرد ترفر الاقتناء أن خلية قسمت منها قد تضعها في حديقة الحيوانات لكن الحقيقة أن تطور كامل خلايا المشكلة للقرد وعلى مر الأجيال قد أوصل إلى مجموعة خلايا مشكلة الإنسان وفي النهاية تم وضع القرد في حديقة الحيوانات من قبل الإنسان إن توقعنا لهذا الكاعر الجديد المجتمع المثال الآلي يظل ضمن حدود ضبابية وعدم الدقة الكاملة لما لعوامل تشكلهم الإمكانية للتغيير لكن ممكننا تلمس مظاهر بدايات تكونه أو ننقل تطور المجتمع البشر المتقدم باتجاه المجتمع المثال الآلي والتي تتمثل بعدد من النقاط مثل تطور التصنيع في المجتمعات المتقدمة إلى المكننة دخول الآلي والبرمجية دخول معلوماتية والاستغناء على يد العاملة وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة رغم انخفاض عدد السكان لقلة الإنجام في هذه المجتمعات تدهو المناخ والأنظمة البيئية نتيجة للتلوث الناتج عن صناعات متطورة مما يهدد الموارد الغذائية للبشر والكائنات الكربونية لكنه لا يؤثر على الآلي والمجتمع الآلي وكأن هذا الكائن الجديد يغير بظهوره مواصفات الأرض لمصلحته ودون الاكتراث للكائنات السابقة التي تؤول إلى المقراض بداية تشكل الجهاد العصبي لهذا الكائن المجتمع المثال الآلي والمتمثل بشبكة الانترنت والتي تمتل وتسيطر على كامل كرة أرضية أو النقل على المراكز الفاعلة فيها كل هذا يؤكد أن هذا الكائن المجتمع المثال الآلي هو في طور التشكل أو التطور وهو في طريقه لبناء الهرم الأرض الكبير دون احتياجاته يبدأ هذا الهرم رحلته في الدورة الثانية ساعة التطور نحو الكون وما بعده نختم في المناه هذا بتقديم شجرة التطور والتي تعطينا نظرة عامية الكائنات وتسلسلها في الدورة الأولى لساعة التطور انتلاقا من انفجاع الكون الكبير مؤول وصولا للواحدات الخلية ومتعددات الخلايا فالإنسان فالمجتمعات فالمجتمع المثال الآلي الذي سيتجاوز البشر والكائنات العضوية كمرحلة فائدة في التطور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة